مجلس النواب مجلس النواب في اجتماع رؤساء مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والذي عقد عبر التقنية الاتصال المرئي حيث أشار معاليه إلى ما أكده جلالة الملك المعظم خلال تفضله بافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب بأن القضية الفلسطينية هي أولويتنا الكبرى وأن موقف مملكة البحرين في دعم وتأييد جهود السلام الشاملة لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية لهو موقف ثابت لا حيد عنه وصولا لحل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وأن تكون المساعي السلمية والتهدئة هي الخيار الأوحد في وجه التصعيد القائم للوصول إلى الحل المنشود مشيدا معاليه بالتوجيهات الملكية السامية بتقديم مساعدات عاجلة للأشقاء الفلسطينيين من خلال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وتدشين حملة لإغاثة المتأثرين من الحرب في قطاع غزة تحت شعار أغيث غزة بتنظيم من المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ترجمة نانسي قنقر